زينب مو كان لازم نتصل ونخبرهم شو صار لا لا هنه رح يجو بعد شوي اكيد وشغلة متل هاي ما بتنقال عالتليفون تعرفي انه سيتيتار رح تدعل رح تقول لش ما خبرتوني شو هو الشي اللي بديو يزعلني أهل وسهلا يا خانو شو هي انه نأخدوا سيد فرهاد من شوي مين أخدوا ولوين أخدوا انت شو عم تقولي بنتي قال انه نأخدوا عالمغفر هو راح وقت وصلنا الشرطة اجت أخدته كان انه فوض جيم هون طيب معرفتوا ليش أخدوا اللي فهمتوا انه سيد فرهاد استأجر شخص ليقتل أصلي من شوي اتصل للأخرى سؤال انه هاي هي تهمتوا ترجمة نانسي قنقر شو هاد جونيد شو هاد انت شو عم بتخبصي عند هالمسا صالون مساج جلسات خاصة انا عم بسألك شو هاد ها شو هاد وانتي من امتى بتفتشي بجيوبي وبأي حق انا عم بسألك شو هاد جاوب شو هاد انتي مين بفكر حالك انتي مين بفكر حالك لتكوني ولي أمري وليه اضيل عنك انتك يعني يعطيكي تقرير الجايب يحاسبني والرايح بيضربني الله الله بكفي هيك بقى انتي واحدة مدمنة لا تتصرفي وكأنه زواجنا سعيد وكل شي تمام وانا يلي عم انزعها بيننا ياري تطلعيني من حساباتك الغبية شو اعمل بالمرأة يلي كل ما بتشوف عيون فرهاد بتدوب وما بتحس على حالها ها عم كذبشي ليكي بما انه عم نتحمل مشان اوزكي فبل ما نمسي الوقت ما بتكون هي معنا عم تفهمي واسمعيني اذا داني مرة بتفدشي بشوفي وترحلت لك انا بدي ياكوا تطلقني شو الحكية اللي عم تحكيه من وش الصباح سمعتني لا ما سمعتك قولي مرة تعني انا بدي اياك تطلقني عن جد وليش بقى بديك تطلقي مشان يفضلك الجو مع فرهات بس كيف رح يصير هيك ما في شي من هالحكي لا تدخل فرهات بيناتنا انا ما عد فين يعيش معا ما في شي من هالحكي عسكتي لك ان رحي قعدي محلك لا تزعجيني وتخليني تطلع صوتي اول فئتي ورجعي لبسي الخاتم رح نكمل الصورة العائلية السعيدة والحلوة وقل لا وقل لا شو رح تروحي مشان تزوري حبك المستحيل شو يعني هالحكي رح تعرفي رح تعرفي بس رح تتوجعي شوي رح ترجمة نانسي قنقر رح ترجمة نانسي قنقر رح ترجمة نانسي قنقر رح ترجمة نانسي قنقر